اشتركوا في القناة كربلاء تصنعنا عرفاء حتى ندخل في ساحة كربلاء بقرآننا برواياتنا بأقوال الإمام الحسين بأفعال الإمام الحسين بحركاته بقيامه وقعوده وقراراته وحركة أصحابه معه وأهل بيته نختار هذه السورة التي من صدرها إلى ساقها إلى ذيلها تتحدث عن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وقضيته يعني تطبيق هذه الآيات على الإمام الحسين ظاهر واضح لا يحتاج إلى تأويل ولا يحتاج إلى تكلف وأيضاً ورد عندنا في الروايات في أكثر من رواية على الأقل أن هذه السورة هي مختصة بالإمام الحسين عليه السلام تنطبق على الإمام الحسين ولها أيضاً مصادق ثانية لكن كلامنا عن مصداق الإمام الحسين نريد أن تضيء هذه السورة على الحركة العرفانية للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه أن نقرأ الحركة والمنهج العرفاني للإمام الحسين بإضاءة هذه السورة على هذا المنهج بتطبيق هذه السورة على هذا المنهج سورة الفجر بدأت سورة الفجر قالت والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي يحجر بداية السورة تتكلم عن الجهاد الجهاد الأصغر للأنبياء وفي ذيل السورة تضع قاعدة لكل مجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى وتختم الجهاد الأكبر الذي نسميه بالعرفان العرفان العرفان للإمام الحسين عليه السلام أما القسم بالفجر الفجر هو البياض المعترض في الأفق الذي يتزايد وضوحا وجلاءا حتى ينبسط على كل الأفق الفجر ظاهرة من الظواهر الخلقية لله سبحانه وتعالى ضمن قانون الخلق والليالي العشر أيًا كانت سواء قلنا ليالي العشر العشر من أوائل ليالي ذي الحجة الليالي العشر التي أتم الله سبحانه وتعالى لكلمه موسى بن عمران فيها الأربعين ليلة أنها كانت فهذا القسم دليل على هيمنة الله سبحانه وتعالى على نظام التكوين ونظام الخلق وكل ما يجري فجر ليالي العشر شفع وتر كلها في الحقيقة هي التي تبقي هذا القانون وهذا النظام سالما ومحفوظا وله غايات ولكن من ذا يعرف أن للفجر غايات وفي الفجر غايات من ذا يعرف أن نظام هذا الكون قائم على موجودات شفعية وموجودات وترية لا نظير لها من ذا يعرف ذلك أن هذا شرط في هذا النظام شرط في هذا القيام أن هذه أمور ليست عبثية الذي يعرف ذو الحجر الإنسان العاقل الذي له عقل الذي له عقال الإنسان الذي له ما يحجره عن الخروج للباطل والهوى والظلم والغضب والشهوة هو الذي يعرف قيمة هذا النظام هو الذي يعرف بركة الفجر هو الذي يعرف بركة الخروج من الليل من ظلمة الليل إلى النور هو الذي يستطيع أن يفهم معنى قوله جل وعلا والصبح إذا تنفس وكأن الليل جاثوم على قلب النهار يجعله لا يتنفس فعندما يسر الليل والليل إذا يسر يبدأ الصبح بالتنفس كما الظلم يكون جاثما وكاتما لأنفاس الصادقين المخلصين الموحدين ثم يبدأ الفجر بالمجيء فيزيح هذا الجاثوم وهذا الفقل ويتنفس الصبح إذن القسم بالفجر لا يعرفه كل أحد هو آية لكن لا لكل أحد هو قسم لكن هذا القسم لا يعرف قيمته كل أحد من ذا يعرفه؟ إن في ذلك قسم لذي حجر الإنسان الذي له عقل يمنعه من الوقوع في الأخطاء يمنعه من الوقوع في الشبهات يمنعه من التفكير المنحرف يمنعه من الأقيسة الباطلة هذا الإنسان إذا كان من أولي الحجر يعرف أن الفجر في نظام الطبيعة أو الفجر في نظام كل انكشاف حقيقة يعرف أنه ضرورة وليس عبث في هذه الخلقة إذن الفجر قسم يستحق القسم به إن في ذلك لقسم الشيء الذي يستحق القسم به الذي له قيمة أن تقسم به الإنسان يقسم الإنسان يقسم لكي يثبت حق الإنسان يقسم لكي يثبت شيء آخر هو الحق فبالنسبة للإنسان هناك قسم وهناك حق ولكن أقسم الله سبحانه وتعالى هي بنفسها حق يعني ليس هناك قسم وهناك حق هو القسم حق فالفجر نفسه دليل على وجود نظام الفجر في الحقيقة هو النظام الفجر هو زوال الظلم والحراف والظلمات لكي يرى الآخرون النور من ذا يفهم هذا المعنى إن في ذلك قسم لذي حجر نحن جربنا الحجر مرينا بالحجر الحجر يمنع الإنسان من الاختلاط مع المصابين ويمنع الإنسان من الوباء ويجعل الإنسان محافظا على صحته وسلامته هكذا أيضا الحجر العقل العقل يمنع الإنسان من أن يختلط أو يخالط فكره وفهمه وواعيه وقراراته أن يخالط مرضى ومصابي أوبئة الشكوك والظنون والأوهام يحد من حركة الإنسان بحيث لا يقع الإنسان في الفتن فإن الشكوك والظنون لواقح الفتن قد يقول بعض الناس أنا لا أريد أن يكون عقلي محجورا الحجر يمنع حرية الإنسان ولكن في الحقيقة هذا ليس صحيح صحيح الحرية منحة إلهية لكن الحرية المطلقة التي تجعل الإنسان ينسجم مع الباطل ينسجم مع الظلم ينسجم مع الوهم والشك والظلوم هذه في الحقيقة ليست حرية يقول أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم وهو يصف الحر يقول ألا حر يدعها به اللماضة لأهلها اللماضة يقصد بها الدنيا لكن ما هي اللماضة اللماضة بقية الطعام التي تبقى بين الأسنان هذه التي نخرجها بخيط الأسنان أو بعود الخلال فيقول عليه السلام الإنسان الحر لا ينجر إلى الدنيا الباطلة إلى دنيا الظلم والوهم والظنون هكذا دنيا هي أحقر وأصغر من اللماضة من بقية الطعام بين الأسنان الحر هو الذي يتركها الحر هو الذي لا يأكلها إذن صاحب الحجى وصاحب الحجر يمنع نفسه من أن يعيش حالة العبثية ويمنع نفسه من أن يذهب حب الدنيا بحيفيته يذهب حب الدنيا بمكانته بموقعه بإنسانيته بهويته والفجر وليالي العشر هي قسم لمن يعلم أن هذا العالم منظم طبق قانون إلهي وهذا القانون له مسألة كلية أساسية مهمة فإذا كان الإنسان يريد أن يدخل في ولاية الله فيجب أن يكون له حجر يبدعه يبدعه عن أمور ويحفظ له أمور إذا كان كذلك سوف لا يهجس في قلبه غير التوحيد ولا يهجس في روحه إلا صوت الحق والحقيقة يقول الإمام الحسن صلى الله عليه وسلم عليه أنا الزعيم لمن لا يهجس في قلبه إلا الرضا أن يدعو فيستجاب له إذن هذه الأقسام التي بدأت فيها الآيات القرآنية حتى توصلنا وتوصل صاحب العقل أن كل هذا العالم فيه آيات بينات وبراهين على مسألة أساسية وهي أن الله سبحانه وتعالى لا يدعو الظالمين طول التاريخ ولا يدعو الجبابر الطواغيط طول التاريخ لا يتركهم الله سبحانه وتعالى يفعلون ما يشاءون وكأنه لا توحيد عملي في هذا الكون والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد لماذا قصة عاد لأنها حضارة بنيت على ظلم الإنسان إيرم ذات العباد هذا هو مقتضى إدراك التوحيد العملي في هذا الكون عندما يتحرك الطغاة المرد الجبابرة ثمود الذين جابوا الصخرة بالواد النتيجة لهذه القاعدة الكلية إن ربك لبالمرصاد الله سبحانه وتعالى لأنه ربك ورب كل أحد دائما هو بالمرصاد دائما في كل زمان ولكل أحد الله سبحانه وتعالى بالمرصاد الله بالمرصاد للطغاة الله لهم بالمرصاد حين أظهر توحيد الإمام الحسين عليه السلام وكفرهم بالله وشركهم بالله سبحانه وتعالى وطغيانهم على الله وطغيانه في حق الدين وفي حق المؤمنين إن ربك لبالمرصاد كان يرصد الإمام الحسين وأصحاب الإمام الحسين وبن سوف يصلح على يد الإمام الحسين الله دائما له بالمرصاد يقيل عثرته يهديه للتوبة للعفو ثم تاب عليهم ليتوبوا بالمرصاد هناك لهم كذلك في الطرف الآخر لكل ظالم ولكل متجبر الله سبحانه وتعالى يكيد له في كمين يسقطه الله سبحانه وتعالى فيه عجيب أن أصحاب الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليهم كأنهم جاءوا على قدر كأنهم انتخبوا على قدر كزهير بن القين زهير بن القين ماذا كان ينقصه رجل في قومه زعيم متمكن الدنيا له ممتدة كما يريد أصلا لم يكن في طريق الإمام الحسين العقائدي ولكن لأن فيه طهر ونظافة وصفاء وصدق وبحث عن الحق لذلك رصده الله سبحانه وتعالى وأقال عثراته الفكري العقائدية حتى أدخله حصن الحسين صلوات الله وسلامه عليه في ليلة العاشر من المحرم أراد الحسين صلوات الله وسلامه عليه أن يعطي أمانا لأصحابه قال لهم هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا سهير بن القين عندما قال لهم الإمام الحسين ذلك كان مطرقا رأسه فرفع رأسه ونظر للإمام الحسين عليه السلام قال والله لودت أني قتلت ثم نشرت ثم قتلت حتى أقتل كذا ألف قتله وأن الله يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن أنفس هؤلاء الفتية من أهل بيتك وهذا سعد بن عبد الله الحنفي يصر على أن يقضي دون الحسين ويقول والله لا نخليك حتى يعلم الله أننا قد حفظنا غيبة رسول الله صلى الله عليه وآله فيك والله لو علمت أني أقتل ثم أحيا ثم أحرق حيا ثم أذر يفعل ذلك بي سبعين مرة ما فارقتك حتى ألقى حمامي دونك فكيف أن لا أفعل ذلك وإنما هي قتلة واحدة ثم هي الكرامة التي لا انقضاء لها أبدا ومسلم بن عوسجة تلك الشيبة التي جاوزت حد الثمانين عاما فبقى حتى أنفاسه الأخيرة يوصي حبيب ابن مظاهر الأسدي أشار نحو الإمام الحسين عليه السلام وقال أوصيك بهذا خيرا فقاتل دونه حتى تموت والله يبلبلت اللي بي لو قطعوني بالسيف والخطي وبالنار حرقوني وذروا عضامي بالهوى وتالي شروني سبعين مرة ألف عل يجري علي والله يا ابو السجاد ما فارق جمالك روحي ومالي والأهل كلهم في دالك كل شيعتك تفلى ولا تهتك عيالك والتفت الأصحابه وعبرتها الجريا قالهم يا فرسان الحرب كلكم تسمعون ما أجرب هالعرصة يثور الحرب والكون ولا يكون سادتكم بلو هاشم يحملون إلا عقبان الفلك الاسوية بذل النفوس لنصره حتى فنوا والخيل تردى والعجاج يثوروا طابت عناصرهم وطاب أصولهم فعناصر طابت لهم وحجوروا فعناصر طابت لهم وحجوروا ترجمة نانسي قنقر مرجعاتي اشتركوا في القناة قليل ترجمة نانسي قنقر